خلف أبواب موصدة منها مكان قطبانا حديدية وكأنه حاجز زنزانة احتجزت بعض عاملات خدمة من جنسيات مختلفة عثر عليهن بالمصادفة داخل غرفة بمبنى في أثناء عملية إخماد نيران داخل حسينية الحاجة سعدة في منطقة الكرادة مجاورة فندق بابل ببغداد فرق الدفاع المدني اضطرت إلى كسر الأبواب لإنقاذ عشر محتجزات داخل الغرفة المغفلة على حين لم تدل السلطات الحكومية ببيان يوضح من الجهة التي قامت باحتجاز هذه العاملات وما الأسباب الحادثة أعادت إلى الواجهة بلفل تجارب البشر في العراق اتصاعدت نسب توريد العمالة الأجنبية إلى البلاد عبر مئات المكاتب المنتشرة في محافظات عديدة تحت عنوان السياحة وفقا لضباط في مدرية الإقامة التابعة لوزارة الداخلية مكاتب وجدت من الفوضى واستشراء الفساد بيئة مناسبة لانتعاش تجارتها حتى أصبحت قضية بيع البشر وشرائهم من ميليشيات وجهات متنفذة أصبحت ملحة بشكل متزايد في العراق بحسب تقرير لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى وزارة الداخلية قرت بتعرض بعض العمال الأجانب الذين أدخلوا العراق بشكل غير قانوني لانتهاكات خطيرة وصلت إلى سرقة أعضائهم البشرية وبيعها بمبالغ كبيرة بعد خضوعهم أعمليات جراحية في مستشفيات خاصة مفوضية حقوق الإنسان وثقت أعمال استغلال تعرض لها العمال الأسيويون المستقدمون إلى العراق إذ زجوا في أعمال قسرية ومنعوا من الحصول على رواتبهم وأوراقهم الرسمية أما لجنة حقوق الإنسان النيابية فقد أكدت أن العراق بات يشهد أسوأ أعمال متاجرة بالأعضاء البشرية وأن المتضررين ليسوا من العمالة الأجنبية فحسب وإنما من العراقيين أيضا في ظل انتشار الفقر والبطالة ترجمة نانسي قنقر